اشتركوا في القناة الحالة بهدفين مقابل هدف واحد في ختم الجولة الرابعة عاشرة من دور الدرجة الأولى لكورة الغدم الحالة تقدم في النتيجة عبر هدف لللاعب عمار موالي إلا أن المحترف السوري أحمد الدوني عادل النتيجة لرفاع قبل أن يخطف سيد طياء سعيد هدف الفوز ليصل بذلك الفريق إلى 19 نقطة في المركز الرابع وله مواجهة مؤجلة بما تجمل رصيد الحالة عند 17 نقطة متراجعا للمركز الخامس مميز المواز الله ماذا تفعل يا المواز الآن كرة الهدف الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر